السلام عليكم وبهذا الفيديو ان شاء الله حبيت اشكركم على النصف مليون مشترك نصف مليون او خمسمائة الف واحد مشترك بقناتي حاليا اشكركم بكلكم واحد واحد وكل شخص دعمني من بداية مسيرتي باليوتيوب او مسيرتي بهاي القناة الى الان طبعا رقم مرعب رقم كل شبير ولكن حبيت اقول لكم ان شاء الله وحدة هسا طيكم ان شاء الله وحدة وليش ما احتفلت او نزلت فيديو احتفالية مناسبة دخولي نصف مليون مشترك طبعا اشتركوا بقناتي وانطولوا لكم وفعلوا شرص الاشارات مثل ما تعرفون انا وصلت نصف مليون مشترك مثل ما بدأ يشوفون حاليا قدامكم الرقم نصف خمسمية وستعاش الف قاعد يزيد العدد شوية شوية يعني عبرت النصف مليون والحد هسا ما سويت احتفالية بهالشغلة طبعا انا ما سويت احتفالية بخصوص هالشغلة او مناسبة دخولي نصف مليون مشترك هو السبب او السبب لما خلانا نسوا هالسافة هي فلسطين ما اقدر احتفل وفلسطين اذا يصير بيه هيج تمام يعني اشوفون اللي اذا يصير فيه فلسطين واطلعاني احتفل بيا وجه بيا وجه احتفل بيه احتفل بين وبين نفسي اضحك وتونس بين وبين نفسي حتى اذا بعض المقاطع اتشلت اضحك واتوا ابتسم واضحك بيه شغلة عادية ليش ردت فعل تمام ولكن اطلع بنفسي اطلع وقول يا شباب وصلت نصف مليون ما يصير تمام الضحك مو عب ولكن الاحتفال عب هيج يوم موضوع الاحتفال الضحك مو عب بالمقاطع عادي مقطع عادي اضحك على هاي ولكن اطلع واحتفل واضحك وهي الغزة اللي يصير بيه هيجي والله عب والله العظيم عب يعني فوق مو هي هي حرام ولكن اقصد يعني اذا الناس ما يعرفون الحرام والحلال عب 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 شو انت احتفل وقو هيجي الصير بيهيجي يجي يوم ان شاء الله احتفل اذا وقفت الحرب صار هدنة شبيرة ولكن حاليا ما قدر اسو هاي السالفة ما قدر اسو هاي السالفة وخاصة فلسطين وخاصة غزة غزة حالة استثنائية يعني الحروب اللي صاد في العراق وسوريا والسودان عادي ليش اكو اماكن يهربون منها الناس العراقيين السوريين يهربون الى الدول الثانية ولكن اهل غزة محصورين ابو كانت صغير محصورين ابو كانت صغير شا احتفل احتفل المناسبة انه هم محصورين عب والله العظيم عب يعني حتى نسا داخلي فرحان مناسبة دخولي النص مليون رقم شبير والاول مرة ادخلها بحياتي واتمن حاليا هسا احتفل وياكم ولكن ما قدر اسو هاي السالفة مو فقط لين حرام ولا فقط على مدن يعب ولا على مديشي هاي مخازي صير علي مخازي قدام الناس شوفوا هاذا احتفل والمسلمين محصورين في احد مناطق ولا اكل ولا شر احتفل بين وبين في السادة سيدة المقطع احتفل وحدي عادي ولكن قدام الناس اظهر معالم السرور هذا مو عيد مو عيد حتى من واجبات الاسلام انه واحد بالعيد الفطور او اي عيد موجود للمسلمين او اي احتفال للمسلمين لازم نظهر السرور لان هاي من شرائع الاسلام تمام اظهر الشرائع ونحتفل هاي من واجبات الاسلام اما نحتفل عام من نصف مليون وهالغزة صار بيوم هي شي ما يصير والله العظيم ما يصير يعني حاليا اي ده اظهر لكم اللي بداخلي ما ده اقدر انطيكم اللي ليصير بي حاليا بنفس الوقت انا فرحان واشكركم على نصف مليون المشترك واشكر كل شخص دعمني وبنفس الوقت ما اقدر احتفل وما اقدر اسوي اي شغلة يجي يوم ان شاء الله احتفل بالارقام الاعلى تمام بعد توقف الحرب او بعد توقف اي شي في غزة وتعود الامن والوما الى غزة ولكن حاليا ما نقدر نسوي اي شي طبعا انا ندعو اي واحد اي يوتيوبر اذا وصل ال اي رقم ما يسوي احتفالية ما يسوي احتفالية يسوي احتفالية ورما توقف اطلاق النار في غزة او هالفلسطين شو يعيشون بامان اما يحتفل معنا مد نصف مليون اكلاوات ما بها فائدة ارقام تصعد وتنزل ارقام تصعد وتنزل حالة حالة الارقام اللي تصير حاليا تصعد وتنزل ولكن وفايات وين في غزة حط عينك على غزة وفرح بينك وبين نفسك وضحك بالمقاطع شغلة عادية ولكن لا تظهر معالم السرور والفرح قدام الناس في شكل مبالغ بي لأن اكو مناطق واكو مسلمين حاليا بحالة دعر او بحالة عذاب عايشين حاليا السلام عليكم